اشتركوا في القناة والمحبوب وآل بيته والصحابة المقربين والشهداء والصدوكين باب العنبرية احد الابواب الخارجية للمدينة المنورة مسجد السلطان عبد الحميد للمدينة المنورة قبر سيدنا حمزة ابن عبدالطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه وسلام واخيه في الرضاعة جبل قصد الذي قامت في موقع سنة ثلاثة هجرية واتشهد فيها سيدنا الحمزة مسجد الفتح احد المساجد التي بنيت اهل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقع في شمال المدينة على رب من ربا جبل سلح مسجد القبلتين به محرابان احدهما يتجه الى الجنوب دهة الكعبة والاخر يتجه الى الشمال دهة بيت المقدس والمأسور ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد الى بيت المقدس حتى امره الله تعالى ان يجعل الكعبة قبلته بستان ومسجد عروى في ظاهر المدينة ترجمة نانسي قنقر مسجد الغمامة ويسمى ايضا مسجد المصلى ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين في موضعه مسجد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه عين الزرقاء عين مأسورة يرتوي منها اهل المدينة المنورة مسجد كوبا اول بناء اقيمة الاسلام ليكون مسجدا بناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة وهو المسجد المفتوض بقوله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المستحرين مبرك الناقة في مسجد صبا المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عند اخر مرحلة من مراحل العجرة الى المدينة المنورة محراب مسجد صبا ويوجد في نهاية بداره محراب اخر يقال له طاقة الكشف شارع بالمدينة المنورة يؤدي الى الحرم الشريف سوق بالندينة المنورة قبل قدوم الحجاج سوق بعد قدوم الحجاج آب السلام احد اجواب الحرم النبوي الشريف سوق ويوجد جذر 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 جإن سوقز القبة الخضراء الشريفة التي تضل تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه ابو بكر الصديق وعمر الفاروق السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد عبده ورسوله بلغت الرسالة وابديت الامانة ونضحت الامة وجاهدت في الله حق جهازه حتى اختارك لدواره جذاك الله عن المسلمين خير جزاء صلى الله